اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن عزيز الطالب لنتذكر بعضا مما تعلمناه سابقا والسؤال من البطاقة بين يديك ما المقصود بشبكة الإحداثيات؟ هل تتذكر؟ نعم ممتاز يا بطل شبكة الإحداثيات أو شبكة المربعات تحتوي المحوري الأفقي والرأسي وهي تمثيل بياني يستخدم لتحديد النقاط والآن عزيز الطالب ماذا نعني بالزوج المرتب؟ ممتاز يا بطل الزوج المرتب هو زوج من عددين يسمي نقطة على شبكة الإحداثيات وإلى سؤال آخر استخدم شبكة الإحداثيات لتسمية الزوج المرتب للنقاط التالية والسؤال عزيز الطالب استخدم شبكة الإحداثيات لتسمية الزوج المرتب للنقطة ألف ها هي عزيز الطالب النقطة ألف على شبكة الإحداثيات سنسمي هذه النقطة أي سنذكر الزوج مرتب الذي يعبر عن هذه النقطة كما ترى عزيز الطالب النقطة تقع على المحور الرأسي ها هي الآن ما يقابلها على المحور الأفقي هو العدد أحسنت هو العدد صفر وما يقابلها على المحور الرأسي هو العدد ثمانية إذن الزوج المرتب الذي يعبر عن النقطة ألف هو صفر وتمانية ونسمي الآن نقطة أخرى والنقطة عزيز الطالب هي النقطة ب انتبه عزيز الطالب للنقطة ب أين هي؟ ها هي النقطة ب سنسميها أيضا بزوج مرتب من الأعداد إذن انتبه عزيز الطالب للعدد المقابل للنقطة ب على المحور الأفقي ها هو العدد ثلاثة إذن الإحداث الأول في الزوج المرتب هو ثلاثة والآن لننظر العدد المقابل للنقطة ب على المحور الرأسي أيضا العدد المقابل هنا هو ثلاثة إذن الزوج المرتب الذي يعبر عن النقطة ب هو ثلاثة وثلاثة أيضا السؤال الآن على شبكة الإحداثيات والسؤال سمي النقطة التي يحددها كل من الأزواج المرتبة التالية الزوج المرتب الأول هو الزوج ستة وتسعة أي النقطة التي ستعبر عن هذا الزوج المرتب سيكون الإحداث الأول لها ستة والثاني تسعة ها هو العدد ستة على المحور الأفقي وها هو العدد تسعة على المحور الرأسي الآن السهمان أين تقاطع السهمان؟ نعم في النقطة دال إذن النقطة دال يمثلها الزوج المرتب ستة وتسعة لنسمي نقطة أخرى النقطة التي يحددها الزوج المرتب تسعة وستة لنرى ركز عزيز الطالب على العدد تسعة على المحور الأفقي والعدد ستة على المحور الرأسي ها هما العددان تسعة وستة أين تقاطع السهمان؟ نعم في النقطة زين إذن النقطة زين يعبر عنها الزوج المرتب تسعة وستة والآن عزيز الطالب من أنواع التمثيلات البيانية كما ترى عزيز الطالب هذه بعضا من أنواع التمثيلات البيانية منها ما تعلمناه سابقا مثل التمثيل البياني بالأعمدة والتمثيل البياني بالصور والتمثيل البياني الذي يحدد الأزواج المرتبة على شبكات الإحداثيات وسنتعرف اليوم على التمثيل البياني بالخطوط كما في الشكل الأول والأسفل منه والتمثيل على الخاط البياني لنرى الآن التمثيل البياني بالخطوط يسمى عزيز الطالب التمثيل البياني المقابل التمثيل البياني بالخطوط انتبهوا أحباء الطلاب في هذا التمثيل البياني أيضا لدينا محورين المحور الأفقي والمحور الرأسي وهما متعامدان أي يحصران هنا زاوية قائمة ركز عزيز الطالب على المحور الأفقي هنا هذه الأعداد تعبر عن السنوات وعلى المحور الرأسي هذه الأعداد تعبر عن عدد الكلاب وهذا التمثيل يعبر عن عدد الكلاب المدربة للحراسة إذن عنوان هذا التمثيل البياني عدد الكلاب المدربة للحراسة أي هذا الخط البياني يعبر عن عدد الكلاب المدربة للحراسة انتبه أيضا عزيز الطالب على النقاط على هذا التمثيل كما ترى ها هي النقطة التي تعبر عن السنة وعدد الكلاب المدربة في تلك السنة وهذه باقي النقاط وانتبه عزيز الطالب بين كل نقطة والنقطة التي تليها قطعة مستقيمة وأيضا قطعة أخرى وقطعة أخرى حتى نكون الخاط البياني إذن عزيز الطالب ماذا نعني بالتمثيل البياني بالخطوط؟ التمثيل البياني بالخطوط هو تمثيل بياني يصل بين نقاط ليبين كيفية تغير البيانات بمرور الزمن أي هذا التمثيل أحد أنواع التمثيلات البيانية يستخدم لتوضيح البيانات التي تكون كنقاط على التمثيل البياني أو على شبكات الإحداثيات والسؤال الآن عزيز الطالب ها هو عن عدد الكلاب المدربة للحراسة يوضح التمثيل البياني بالخطوط المقابل كيفية تغير عدد الكلاب المدربة بمرور الزمن كما ترى عزيز الطالب على المحور الأفقي ها هي السنوات 1992-1993-94-95-96 والآن انتبه للمحور الرأسي المحور الرأسي يوضح عدد كلاب الحراسة هنا بدأنا من العدد 180-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200 انتبه عزيز الطالب المقياس هنا كم؟ المقياس هنا 20 والآن السؤال على هذا الرسم ما عدد الكلاب المدربة للحراسة في العام 1996؟ الآن ركز عزيز الطالب على سنة 1996 ها هي الآن سنحسب عدد كلاب الحراسة في هذه السنة انتبه عزيز الطالب هذا السهم وصل إلى هذه النقطة الآن يقابلها على المحور الرأسي العدد كم؟ 240 إذن عدد الكلاب تساوي 240 كلبا في العام96 والآن إلى سؤال آخر أيضا على نفس الخط البياني ماذا يعني الزوج المرتب؟ 1994-2008 ها هي النقطة التي تمثل الزوج المرتب نعم يقابلها على المحور الأفقي العام 1994 وعلى المحور الرأسي العدد 280 إذن هذا الزوج المرتب يعني أن عدد الكلاب المدرب للحراسة عام 1994 هو 280 كلبا والآن عزيز الطالب إلى سؤال آخر على نفس الخط البياني والسؤال ما الحدث الذي يبينه التمثيل البياني بين العامين 1994 و1995 انتبه عزيز الطالب من خط البياني ها هو العام 1994 وها هي النقطة التي تمثل عدد الكلاب المدربة في هذا العام وهذا عام 1995 وهذه النقطة تمثل عدد الكلاب المدربة في تلك السنة الآن ماذا تلاحظ عزيز الطالب؟ أحسنت يا بطل هذا الخط نزولا يتجه نزولا كما ترى هنا كانت عدد الكلاب 280 وهنا أصبح 200 إذن التغير هو انخفاض انخفاض ملحوظ في عدد كلاب الحراسة من 280 كلبا إلى 200 كلبا والآن عزيز الطالب مع تدريبات أخرى على التمثيل البياني بالخطوط ولكن بعد الفاصل إذن أترككم لفاصل قصير ومن ثم سنعود أهلا وسهلا بكم أحباء الطلاب في الجزء الثاني من دارس التمثيلات البيانية بالخطوط هيا بنا هيا والسؤال عزيز الطالب من البطاقة بين يديك والسؤال عن سمكة القرش هذا التمثيل البياني كما ترى عزيز الطالب يوضح طول سمكة القرش على امتداد عمرها ها هي سمكة القرش عزيز الطالب والتمثيل البياني المجاور يوضح طول سمكة القرش على امتداد عمرها سنستخدم هذا التمثيل في الإجابة عن الأسئلة التالية قبل الأسئلة انتبه عزيز الطالب على الخط البياني الذي يمثل طول سمكة القرش على المحور الأفقي عمرها بالسنوات وعلى المحور الرأسي طولها بالسانتيمترات والسؤال عزيز الطالب أيضا من البطاقة ما طول سمكة القرش البالغة من العمر؟ ست سنوات ها هو العمر ست سنوات كما ترى عزيز الطالب الآن سنتجه من العدد 6 رأسياً للأعلى ها هو أين وصلنا؟ وصلنا إلى تلك النقطة الآن سنتجه أفقياً لنرى كم طولها أحسنت يا بطل يصبح طولها 150 سنتيمتراً وإلى سؤال آخر أيضاً على سمكة القرش قدر عمر سمكة القرش التي يصل طولها إلى 90 سنتيمتر ها هو الطول 90 سنتيمتر الآن من الطول 90 سنتيمتر سنتجه أفقياً نعم أين وصلنا؟ وصلنا إلى الخط البياني الآن في النقطة التي تلامس الخط البياني سنتجه رأسياً للأسفل ها هو أين وصلنا؟ تقريباً للعمر 3 سنوات هنا العمر بالتقريب لأن السؤال أصلاً قدر والآن إلى سؤال آخر أيضاً عن سمكة القرش ما طول سمكة القرش عند الولادة؟ ممتاز عزيز الطالب انتبه إلى بداية الخط البياني من أين يبدأ؟ من هنا إذن طول سمكة القرش عند الولادة هو 50 سنتيمتر والآن عزيز الطالب كيف يبين التمثيل البياني بالخطوط التغير بمرور الزمن؟ لتقريب الإجابة إليكم أحضرت هذا التمثيل البياني الذي يمثل درجة الحرارة خلال أحد الأسابيع كما ترى عزيز الطالب في يوم السبت كانت درجة الحرارة 5 درجات مئوية ويوم الأحد أصبحت 10 درجات هذا الخط البياني كما ترى متجهاً للأعلى إذن عندما يتدرج الخط صعوداً نحو اليمين يدل على تزايد مرة أخرى هذا الخط تدرج يميناً صعوداً يميناً وصعوداً إذن يدل على تزايد لنكمل يوم الأثنين أصبحت 5 درجات إذن كانت 10 ثم 5 إذن أصبح أو حدث انخفاض وهذا الخط يتجه يميناً وللأسفل إذن الخط الذي يتدرج نزولاً نحو اليمين يدل على تناقص كما هو هنا نقصت درجة الحرارة الآن يوم الأثنين كانت 5 ويوم الثلاثة أيضاً 5 درجات نفس درجة الحرارة وكما ترى الخط على نفس المستوى إذن يدل الخط الذي يبقى على المستوى نفسه على أنه لا يوجد تغير إذن مرة أخرى صعوداً يدل على تزايد نزولاً يدل على تناقص وعلى نفس المستوى لا يوجد تغير والآن إليك السؤال التالي كما ترى عزيز الطالب التمثيل البياني المقابل يوضح عدد علب الشوكولاة التي بيعت في مقصف المدرسة في أحد الأعوام انتبهوا أحباء الطلاب للمحورين الأفقي والرأسي عامكم الدراسي يبدأ من شهر أيلول ثم نعم تشرين أول تشرين ثاني كنون أول كنون ثاني ثم شبار وآذار ونيسان وأيار ثم إحزيراً وعلى العمود الرأسي سنضع عدد علب الشوكولاة التي بيعت في خلال هذا العام الآن هنا نبدأ من صفر ثم أربعين ثم تمانين مئة وعشرين ومئة وستين ثم ميتين انتبه عزيز الطالب كم المقياس هنا؟ أحسنتم يا أبطال المقياس هنا أربعين انتبه عزيز الطالب للتمثيل البياني كما ترى كل نقطة من النقاط على هذا التمثيل تعبر عن عدد علب الشوكولاة في شهر من الأشهر والسؤال عزيز الطالب قدر عدد العلب التي بيعت في شهر شباط انتبه عزيز الطالب ها هو شهر شباط وها هي النقطة المقابلة لشهر شباط والتي تعبر عن الشهر وعدد علب الشوكولاة الآن اتجهنا من شهر شباط رأسيا إلى النقطة التي تمثل عدد العلب والآن سنتجه أفقيا ها هنا أين وصلنا؟ نعم للعدد 80 إذن عدد العلب التي بيعت في شهر شباط 80 علبة وإلى سؤال آخر أيضا عن الشوكولاة في أي شهر بيعت حوالي 100 علبة انتبه عزيز الطالب أين العدد 100 على المحور الرأسي؟ ها هو ها هو العدد 100 الآن سنتجه منه أفقيا أين لامسنا الخط البياني؟ في هذه النقطة الآن من هذه النقطة سنتجه نزولا ورأسيا أي بشكل عمودي للأسفل إلى أي شهر وصلنا؟ نعم إنه إحزيران إذن بيع في شهر حزيران 100 علبة فقط وإلى سؤال آخر ما أصغر عدد بيع من العلب؟ أين سيتجه نظرك؟ نعم إلى العمود الرأسي أصغر عدد هو 20 في أي شهر بيع 20 علبة؟ إذن سنتجه أفقيا لنرى أين سنلامس الخط البياني ثم سنتجه رأسيا إلى أي شهر وصلنا؟ إلى أي شهر وصلنا؟ نعم إنه 20 ثاني إذن في 20 ثاني كان أقل عدد من علب الشوكولة وإلى سؤال آخر في أي شهر بيع أكبر عدد من العلب؟ انتبه عزيز الطالب إلى العمود الرأسي أكبر عدد هو العدد 200 إذن العدد 200 هو أكبر عدد من العلب الآن في أي شهر بيع هذا العدد؟ نعم في شهر كانون الثاني والآن أحباء الطلاب إلى قراءة الخط البياني ولكن بعد الفاصل إذن أترككم لفاصل قصير ومن ثم سنعود لا تبتعدوا أهلا وسهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من درس التمثيلات البيانية بالخطوط وفي هذا الجزء سنركز على قراءة الخط البياني والسؤال عزيز الطالب كما ترى ها هو الخط البياني إذن الشكل البياني المقابل يسمى الخط البياني هذا الخط البياني كما ترى هو تمثيل بياني لبيانات على خط الأعداد من المؤكد أحباء الطلاب أنكم تعرفون أن هذا جزء من خط الأعداد وهذا الجزء يقابل كل عدد بيان هذا الرمز هذا الرمز يدل على بيان أو مفردة والشكل كله يسمى الخط البياني أيضا انتبع عزيز الطالب إلى هذا التجمع من الرموز أو هذا التجمع من النقاط أقول تجمع إذن هذا يسمى تجمعا ما معنى تجمع؟ هو مجموعة بيانات تظهر كتجمع في منطقة من الخط البياني ممكن أن يكون هذا التجمع في الوسط أو على اليمين أو على اليسار والسؤال عزيز الطالب جمع سالم وزملائه 24 سمكة وقاسوا أطوالها وكان طول أطول سمكة 21 سنتيمتر والطول الأكثر تكرارا كان 17 سنتيمتر ثم مثلوا تلك الأطوال بيانيا بخط بياني كما ترى عزيز الطالب الآن سنعيد قراءة المسألة قراءة فاهمة وسنركز على بعض المعلومات هيا نقرأ هيا جمع سالم وزملائه 24 سمكة إذن هذه الرموز أو هذه النقاط تمثل 24 سمكة وقاسوا أطوالها وكان طول أطول سمكة 21 سنتيمتر أين هذا الطول على الخط البياني؟ نعم ها هو ها هو الطول 21 وها هي السمكة التي طولها 21 سنتيمتر أيضا والطول الأكثر تكرارا كان 17 سنتيمتر انتبه عزيز الطالب إلى الطول 17 سنتيمتر هناك عدد أكبر من الأسماك طولها 17 سنتيمتر ثم مثلوا تلك الأطوال على هذا الخط البياني أتمنى أن تستطيع التمثيل مثلهم والسؤال عزيز الطالب هل تشكل البيانات حول أطوال الأسماك أي تجمع؟ هل تشكل أي تجمع؟ انتبه عزيز الطالب هل هناك تجمع من النقاط؟ نعم ها هو إذن نعم تشكل البيانات حول أطوال الأسماك تجمعا كما ترى عزيز الطالب ها هي الرموز متجمعة في هذه المنطقة لذلك نطلق عليها تجمعا والسؤال الآن عزيز الطالب ما طول أقصر سمكة؟ انتبه على الخط البياني أقصر سمكة أينها؟ نعم ها هي ها هي أقصر سمكة كم طولها؟ نعم إنه 10 سنتيمتر والآن عزيز الطالب انتبه للعدد 19 لا يوجد رمز أعلى العدد 19 إذن أحسنت يا بطل لا يوجد سمكة طولها 19 سنتيمتر لذلك لم نمثلها والآن إلى سؤال آخر أيضا على نفس الخط البياني لنفترض أنك قصت طول سمكة ماذا تتوقع أن يكون طولها؟ نعم ممتاز يا بطل أتوقع أن يكون طولها 17 سنتيمتر لماذا؟ لماذا؟ لأنه الطول الأكثر تكرارا إذن نتوقع أن يكون طول السمكة 17 سنتيمتر لأنه الطول الأكثر تكرارا لأنه الطول الذي تكرر أكثر من غيره إذن تذكروا أحباء الطلاب أن الخط البياني يمثل بيانات على شكل نقاط على طول خط الأعداد وغالبا ما يتجمع عدد من تلك النقاط فتشكل تجمعا والآن إلى السؤال التالي أكمل الفراغ بما يناسب الجملة الأولى الخط البياني هو فراغ لبيانات على طول خط الأعداد من يسبقني ويذكر الإجابة؟ أحسنت يا بطل هو تمثيل بياني إذن الخط البياني هو تمثيل بياني لبيانات على طول خط الأعداد جملة أخرى التجمع هو مجموعة فراغ تظهر كتجمع في منطقة من الخط البياني التجمع هو مجموعة أحسنت يا بطل هو مجموعة بيانات إذن التجمع هو مجموعة بيانات تظهر كتجمع في منطقة من الخط البياني وإلى جملة أخرى التمثيل البياني بالخطوط هو تمثيل بياني يصل بين بين أحسنتم يا أبطال بين نقاط ليبين كيفية تغير البيانات بمرور الزمن مرة أخرى التمثيل البياني بالخطوط هو تمثيل بياني يصل بين نقاط ليبين كيفية تغير البيانات بمرور الزمن والسؤال الآن أحباء الطلاب للمتفوقين تتذكرون السؤال عن سمكة القرش عن طول سمكة القرش عزيز الطالب المتفوق هل يصل طول سمكة القرش البالغة من العمر 24 عاما ضعفين طول سمكة القرش البالغة من العمر 12 عاما وضح ذلك بهذا أحباء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم والذي تعلمنا من خلال قراءة التمثيلات البيانية بالخطوط وكيفية قراءة الخط البياني وإلى لقاء آخر في درس آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة